والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب في سؤال كان مقدم من أحد الأخوة يقول لماذا يعيب الشيعة على معاوية توريثه الحكم لابنه يزيد وهم يؤمنون بتوريث الأئمة الإمامة لأبنائهم واحدا بعد آخر يقول السلام عليكم وددت طرح سؤال على جنابكم يعيبون على معاوية ومن خلفه من بني أمية وبني العباس أنهم ورثوا الخلافة لأبنائهم وكان أول من فعلها الإمام علي حين ورث الحسن كما أن نظرية الإمامة قائمة على التوريث النبي فعلي فالحسن فالحسين فسائر الأئمة المعصومين لماذا نعيب على قوم فعلهم والمعيبون هم من سنوا هذه السنة وقاتلوا وقتلوا في سبيلها لك يا شديد احترامي وتقديري في الحقيقة هذا السؤال ليس من عندي إنما من هذا الأخ كما رأيتم ولكن كثيرا من الأخوة الذين ردوا وناقشوا وكان هذا الموضوع مثال نقاش حامي جداً هذا اليوم لم يلتفتوا أو لم يقرأوا الرسالة حقيقةً حتى يعرفوا من السائل ومن المجيب أنا عادة أنقل الأسئلة وبعدين أجاوب عليها ولكن هؤلاء الأخوان يعني لم يلتفتوا مع الأسف الشديد على الحال الذين أجابوا كثيراً يعني قالوا هناك فرق يعني أقروا بنظام الوراثة وقالوا مثل الأنبياء السابقين كانوا يتفرثون النبوة وهناك ناس وماكوا قياس بين أئمة أهل البيت أو بين معاوية ويزيد وبني أمية وبين العباس والبعض قال لا أن هذه المسألة يعني موراثية أو هذه مسألة صارت يعني مناقشات طويلة الآن أقرأ بعضها بالحقيقة لأنه أكثر من مئة مداخرة صارت هذا اليوم الأخ طالب عبدالهادي التلال نسب هذا السؤال لي يقول أحمد الكاتب يقول ويقول لو يجيب هو يحاول يجيب فيقول قبل ما أطرح الأجوبة بالحقيقة أقول هذا الكلام هو تاريخي ليس له أثر معاصر إلا أن بعض الأنظمة الدكتاتورية التي تتشبث بنظام الوراثة الذي أقره معاوية أو الصحابة كما يقولون وبالتالي أصبح نظام شرعي وأما الشيعة فانقطعت الإمامة عندهم وما عندهم أي أمامة وبالتالي الآن يؤمنون بالشورى ويؤمنون بالديمقراطية البعض حاول أن يلقي اللوم على أموم السنة ويقرأ التاريخ كأنه قطعة واحدة أنه الصحابة الذين أقاموا الشورى هم انقلبوا نفسهم انقلبوا على الشورى هو هذا مصحيح تجربة الخلفاء الراشدين كانت تقوم على الشورى بصورة نسبية وبصورة عامة يعني مع بعض التفاصيل الاختلاف بالتفاصيل ولكن الانقلاب حدث من معاوية عندما ورث ابنه يزيد وليس من الخلفاء الراشدين وهناك خطأ كبير جدا في دفاع الشيعة عن هذا الموضوع هو أنهم يعتمدون على نظرية الإمامة الإلهية وهذه نظرية أساسا اللي هي تقوم على الوراثة واحدا بعد آخر الأعقاب فعقاب الأعقاب هكذا أبدا إلى يوم القيامة هذه نظرية طلعت وصارت في القرن الثاني الهجري ونسبت إلى الإمام الصادق حتى هذا الحديث ينسب إليه أنه الإمامة في العقاب وعقاب العقاب هكذا أبدا إلى يوم القيامة وأنا أعتقد هذا مصحيح النسبة إلى الإمام الصادق مصحيحة وأساسا هاي نظرية كلها نظرية الإمامة ليست نظرية أهل البيت نظرية أهل البيت هي الشورى وأكبر دليل على ذلك أن الإمام علي عليه السلام لم ينص على الحسن لم يجعله وليا لأهده أو خليفة من بعده في السؤال في مغالطة أو في خطأ حقيقة خطأ في السؤال الإمام علي طلبوا منه أن يعين الحسن بعده فرفض وقال أترككم كما ترككم رسول الله فقال له سنبايع الحسن فقال لهم لا عمركم ولا أنهاكم وعندما توفي الإمام علي عليه السلام خرج بن عباس وقال أن الإمام توفي وهذا الحسن موجود تحبون أن تبايعوا وتفضلوا ما تحبون أن تنتخبوا أحد آخر فأجوا كبار القوم وعرضوا البيعة على الإمام الحسن مع بعض المفاوضات جرت يعني وترددوا في البداية ثم عرضوا على الحسين فرفض فبايعوا الإمام الحسن والإمام الحسن أيضا لم يوصي للحسين والحسين لم يوصي إلى علي بن الحسين وعلي بن الحسين لم يوصي إلى محمد الباكر ومحمد الباكر لم يوصي إلى زعفر الصادق كلها أصلا لا توجد نظرية نص ولا نظرية وصية إنما هاي القاعمة الاثنى عشر اثنى عشرية يعني هذه ألفت في القرن الرابع الهجري إلى أينما كانوا يعني علماء أبرار ومتعددون وكثيرا بعدين حذفت بعض الأسماء وأضيفت بعض الأسماء حتى تكتمل القاعمة الاثنى عشرية فالمسألة يعني جواب الشيعة الإمامية أنه هؤلاء الأم يختلفون عن أولئك هذا أيضا جواب خطأ لأنه نتكلم عن النظرية إذا هي نظرية وراثية صحيحة بالحكم فإذا النظرية الإمامية أيضا تكون مثلا صحيحة أو إذا هذه خاطأة فهذه خاطأة فالكلام هو يدور بين نظرية الإمامة بالنص أو نظرية الشورى وهذا طبعا الجدل هذا اللي هو حتى الآن موجود يدور حول أن الإسلام يتضمن نظاما سياسيا أو لا يتضمن ترك الأمر للناس لكل الأزمان والأصور والأماكن أن يختاروا أئمتهم بأنفسهم شورى يعني بأي طريقة كانت ما متحدث القرآن الكريم أقروا من أول إلى آخرة لا تجدون فيه كلام عن نظام الحكم والدستور ومن يحكم ومن لا يحكم وكيف يأتي الحاكم للسلطة وما هي علاقته بالناس مثلا ومتى يغيروا كل هذه الأحاديث غير موجودة لا بالقرآن ولا بالسنة النبوية إنما الجيل الأول من المسلمين قبل أن يتفرقوا إلى شيعة وسنة كان يؤمنون بالشورى وعندما قام معاوية بتوريث ابنه لقى معارضة كبيرة من من كبار الصحابة وأبناء الصحابة أنه هذا مصحيح عملك هذا ولكنه بالقهر والقوة فرض يزيد ثم ثار عليه الإمام الحسين عندما استدعاه أهل الكوفة وتاروه طواعية فنظرية أهل الشورى هي نظرية نظرية أهل البيت هي الشورى وليست الوراثة حتى نجي ندافع عنها ونقول هؤلاء أفضل من أولئك لأن هذا جدل عقيم يصبح تعال اثبت هذا أفضل من ذاك وذاك أفضل من هذا والكلام يجر وهي نظرية نظرية النص انتهت ووصلت إلى طريق المزدود لأنها كانت نظرية مثالية وخيالية ووهمية ولم تقم على أسس متينة ولا أسس شرعية فهي يعني واجهت عقبات كأداء ووصلت إلى طريق المزدود وانتهت ودني على ذلك أن الشيعة اليوم يؤمنون بالشورى والديمقراطية والجمهورية والدستور وكذا فإذا أبعد الناس عن نظرية النص هم الشيعة اليوم بينما بعض السنة وليس كل السنة اليوم بعض السنة وخاصة السلفيين في السعودية مثلا الخليج لا يزالون يؤمنون بنظام الوراثة في الحكم هذه الأنظمة الملكية المشيخية يعني يعني أنا أعتقد أنه الجدل صار يعني مو في الموضوع الرئيسي لأنه جواب السؤال كان في خطأ أنه لم ينص والجواب خطأ أنه جواب بعض الأخوة أنه هؤلاء أفضل من أولئك هذا كلام أيضا يعني صحيح هؤلاء الأفضل ولكن إذا احنا قلنا آمننا بنظرية الوراثة فصارت الحكم وراثي البعض حاول يفرق قال أنه الإمامة هي إمامة معنوية وروحية ودينية وما لها علاقة بالحكم أما الحكم فهو بالشورى هذا أيضا تفريق قام به السيد مرتضى العسكري رحمة الله عليه وهو غير صحيح لأنه الإمامة يعني تعني الحكم أساسا والآن الشيعة أعطوا الإمامة صفة الدين سوها دينية يعني ماذا جزء من أعمال الإمامة هو يعني الاجتهاد أو الحكم في المسائل الحادثة الآن في الحقيقة لا أستطيع أن أقرأ كل التعليقات لأنها فعلا كثيرة وأرجو أنه نخلص من هذا الجدل ونتفق جميعا الآن الشيعة ومعظم المسلمين يؤمنون بنظام الديمقراطي ونظام الشورى يعني والمحاسبة والنقد ولا يعتقدون اللي إم حكام أقصد يعني معصومين ولا معينين من قبل الله ولا مقدسين ويجوز انتقادهم ويجوز معارضتهم ويعني بالتالي يعني المسلمون جميعا وبصورة عامة ما عدا بعض الستناءات لا يؤمنون بالديمقراطية والشورى الأخ طالب عبدالهادي تلال نسب القول لي رغم أنه سؤال واضح يعني عبداله ما قرأ السؤال فقط قرأ العنوان وأجاب يقول أن الإمام الحسن عليه السلام وكما أبيه الإمام علي عليه السلام وأخي الإمام الحسين ولا إمتي من ولد الحسين هم أئمة هدات من الصبي من الله ب horror قلت كما صرح رسول الله صرح رسول الله من وين جبت صرح رسول الله أحدث موضوع بعدين تؤمن بها القرآن أكيد ما ما عندك دليل من القرآن تقول أحدث النبي صرح ما صرح حتى على الإمام علي ما في تصريح إنما يقال نص خفي وليس نصا جليا هذا السيد المرتضى والشيوخ الطائف السابقون كانوا يقولون يستعينون بها على أفضلية الإمام وبالتالي أنه كان أحاق وليس لا يوجد نص ولم يدعى الإمام علي النص على لا حديث الغدير ولا غيره أما الإمامة والسياسة التي يقصدها الأستاذ أحمد الكاتب فهي ترجع للناس فإن جعلوا الإمام الهادي عليهم حاكما وأطاعوه كان لله رضا ولهم صلاح ثم إن جعل علي ابنه الحسن حاكما سياسيا لأنه الأولى أخي العزيز راجع معلوماتك التاريخية الإمام علي لم ينصب الإمام الحسن ولا يمكن مقارنة هذا التنصيب بتنصيب معاوية ولده يزيد شارب الخمر الزاني بمحارمه القاتل النفس المحترمة هذا يعني كلام ضعيف بعض الأخوة قالوا هذا السؤال جيد بعض الأخوة قالوا هذا السؤال أصلاً للمعنى ليش نبحث الموضوع هذا خارج التاريخ وخارج الحياة الأخ حسن علي الكتاني يقول الإمام علي كرم الله وجل لم يورث الخلافة لأحد وإنما المسلمون اختاروا الحسن عليه السلام والقصص التاريخية واضحة في ذلك بل رفض الإمام علي تسميت أي خليفة له صحيح هذا كلامك صحيح جميل عبد النبي يسأل وإذا كان إمام علي لم يورث الحسن إنما اختاره المسلمون فمن أين جاءت فكرة توريث الأئمة؟ ليس من الأئمة الأئمة والإمام علي على رأسهم كان يؤمنون بالشورى وأنا بحثت هذا في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقه نظرية أهل البيت هي الشورى بالحكم ونظرية الإمامة اختلقها المتكلمون في القرن الثاني الهجري والغلات أيضاً تبنوها وأضافوا عليها كثيراً من الأمور محمد البدري يقول والخلافة ليست توريث نسبي إنما هي مننا إلهية ووراثة معنوية ليس نسبية وإن جاءت من نسب واحد على شرط استفاء ومناسبة الاستخلاف أين هذا من ذاك؟ هذا أيضاً مصحيح لأنه ما عندنا نص ولا عندنا وصية إنما هؤلاء لإمكانوا علماء أبرار ومسلمون كان يحترمونهم ما عليهم أي نص ولا أي وصية عليهم نظرية الإمامة نظرية مثالية خيالية وهمية ما إلها أدلة قاطعة وصع إلا بعض الأحاديث اللي اختلقت في القرن الرابع حول الاثنى عشرية حيدر إمامي يقول توريث الإمامة هي سنة قرآنية منذ إبراهيم عليه السلام وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلماته فأتمهن قال إني جعلك الناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينالوا أحد الظالمين ما قل له راح أجعل الإمامة في ذريتك فهذا استدلال أصلاً مو في محلة ولا يجوز القياس على النبوة والأنبياء إنما انقطعت النبوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فأريد نثبت شيء تاريخي ما لوجود اليوم وهو الإمامة لأهل البيت بأدلة ما عدنا أدلة حوله فليش نحن ندوق نفسنا كثير بهذا الجدل العقيم أما سؤال السائل ففيه مغالطة لأن الصحابة الذين رفضوا خلافة علي بعد النبي وأصروا على خلافة أيو بكر بحجة الشورى وما أن وصلت إلى بني أمية حتى انقلبت الآية وأصبح التوريث والغلبة هما السنة والوسيلة في الخلافة لم يكن يوجد نص على الإمامة علي صريح بالخلافة حتى يكون هناك انقلاب عليه هو الشورى والإمامة علي أيضاً يعني بايع طواعيتان وساهم حتى في الشورى بعد عمر يعني النقاشات كثيرة في الحقيقة جهاد الزبيدي يقول لأن الشيعة يعتبرون الإمامة تكليفاً إلهياً وليس توريثاً شلون تكليف إلهي وتوصل النوبة إلى مثلاً محمد الجواد وهو عمره سبع سنين والهادي عمره ثمان سنين ومحجور عليه لا يستطيع أن يتصرف بأمواله من أبوه معين وصي عليه فشلون هذا يقدر يقود الأمة الإسلامية والله مكلفه يقود الأمة الإسلامية وتاريخياً أيضاً ثبت لم يقم بأي دور من القبيل هذا لا الإمام الجواد ولا الإمام الهادي ولا بقية الأهمة أبو ذرى الغفاري يقول لا أدري كيف أرد لأن المعلومات كلها غير صحيحة وخاصة أن الإمام علي لم يورث الخلافة الحسن ولكن التوريث قام منذ زمن معاوية وحتى الآن طالب عبدالهادي التلال مرة أخرى يقول الوصية بالحكم عندنا منصوص من النبي وعجباً منك تقيس الثرى بثرية كما قلنا لك يا أخي العزيز أنت لم تقرأ الرسالة جيداً وهذا سؤال موجه لنا وأيضاً نحن لا نقيس إنما نتكلم عن النظرية العامة الحكم بالوراثة الأكبر فالأكبر أو كيف تكون أو بالشورى المسلمين ينتخبون أي واحد كان في أخوة يأكدون حليم خضر يقول على المم علي لم يورث ولم ينصح الأمة باختيار الإمام بل الأمة هي من اختار يعني أكدون يعني كل المتحاورين تقريباً يدورون حول هالمعنى قسم ينفون النص وقسم لا يبررون النص بأن هؤلاء الله معينهم وإما وماكو قياس بينهم بين بني أمية أو بني العباس يوسف علي يقول نعيب عليهم لأنهم ألزموا أنفسهم بشيء هم اخترعوه وهي الشورى وبعدها انقلبوا على أنفسهم أما الشيعة فلم يقولوا بالشورى حتى تصفهم يا صاحب السؤال إنهم يعيبون شيئاً ويقومون به هذا بكل بساطة بعدود السؤال يعني هو الأخ يعني يريد يقول أكو نص وماكو شورى ويرفض الشورى طيب ليش أنت الآن ما أعرف الآن تؤمن بالشورى أم لا تؤمن بها فإذن الحكم الآن ليس دينياً حكم مدني قائم على الشورى على الديمقراطية وصناديق الاقتراع فليش أنت مستكثر هاي الشيء من أول يوم أنه لا كان أكو نص على الأئمة سيروان فخري يقول لي أن يزيد ليس أهلاً للحكم بين الأئمة هم أكبر من الحكم طيب لو كان يزيد يفترض إنسان فاضل نفترض نفترض يعني كان يجوز مثلاً معاوية يعين يزيد لا خنرجع خنرجع إلى أبي بكر الذي عين أمر من بعده هل كان عملاً صحيحاً يعني الخليفة الأول أمر عين الخليفة أو بكر عين أمر من بعده هل هذا من الشورى أو من النص والتعيين ويقال إن معاوية استدل بذلك واعتمد على ذلك في تعيين يزيد فهذا أيضاً مصحيح يعني إذا شورى لازم تكون شورى تماماً طبعاً كانت السورة مواضحة عند الجيل الأول أنه صارت أمور يعني فلتة كما قال عمر في المرة توفى النبي وما كان متهيئين والنبي ما كان متحدث عن نظام الخلافة فلذلك اجتمع الأنصار في البداية وأرادوا أن يختاروا أميراً لهم في المدينة مو أمير على كل الجزيرة العربية المهاجرون من قريش كانوا يفكرون بحكم الجزيرة العربية وهذا حلم قديم يعني كان في الجزيرة وصراع بين بني حنيفة وبني القراشيين فدخل المهاجرون القراشيون وقالوا بأنه ميسر الأمير من أدكم أمير لازم من أدنى نحن الأمراء وأنتم الوزراء وبالتالي ما رح يقبلون بكم العرب والعرب بصعوبة قابلوا بقريش فكيف يقبلون بي الأنصار اللي كانوا ضعاف في الجزيرة العربية ولم يكن باستطاعتهم فرض أنفسهم على بقية المناطق في الجزيرة العربية الأخ بلال حافظ يقول الحمد لله الذي جعلني لا أعبأ بهذه القضايا ولا أشتريها بفلس اهتموا بحاضركم يا أخوة فقد ضحكت علينا الأمم وأنا أجبته قلت له أحسن نعم ما تقول ولكن المشكلة تكمن في تأثير ذلك الفكر القديم في الوضع السياسي المعاصر عندما ما يسمى عندما يسمى بسنة والشيعة فالسنة يؤمنون بشرعية الصحابة وصحة التوريث في الخلافة والشيعة يؤمنون بالنص على أئمة أهل البيت وشرعية نوابهم العامين الفقهاء المراجع وبالتالي فإن ذلك الفكر القديم يؤسس لديكتاتورية اليوم فهل ترضى بذلك أم تود الانتقال لحياة ديمقراطية عادلة يجيبني فيقول أعي جيدا لما تقومون به أستاذي الفاضل من تنوير ومحاولة محاولة تحريك الأقول التي جمدها التراث وكلامي موجه للأخوة المعلقين وأنا أضع يدي بيدكم في نقد التراث ومراجعته آملين أن تتفتح العقول وتتخلص من الدقمة المميتة فراث الرائع يؤكد على كلامه ويقول الأخ بلال كلامه عميق وبالصميم أمران الموسى ويقول ذكر القرآن أن هناك شجرة خبيثة وشجرة طيبة والعاقل يفهم طيب من هي شجرة خبيثة ومن هي طيبة بالأسماء والتحديد واحد إلى يوم القيامة محاول ما يعرف هالشي هذا إنما بتأويل تعسف إحنا نقول ذول شجرة خبيثة وذول شجرة طيبة وبالنتيجة نؤمن بالنظام واحد متشابه يعني أنت كما يفهم من كلامك أنه يعني تؤمن بالوراثة ولكن لا تؤمن الوراثة بهذه الشجرة والوراثة لهذه الشجرة أسعد الكعبي يقول نفس الكلام هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما لكم كيف تحكمون إحنا ما نتحدث عن الأشخاص نتحدث عن النظام العام النظام الدستوري للأمة الإسلامية هل هو قائم على الشورى أم قائم على التوريث والوراثة حامد الأقالي يقول أول انقلاب هو انقلاب السقيفة بتعين أي بكر من قبل أمر ثم عين أو بكر أمر ثم جعل أمر الأمر شورى في ستة أشخاص وهذه ليست شورى لأنه حدد من يقول في مهمة يعني أنا معاك السورة ما كانت واضحة وما كانت دقيقة وما كانت مثالية وحكام مدنيين ما كانوا حكام دينيين يعني الشيعة أطفوا الإمامية الشيعة الإمامية أطفوا على أمتهم صبغة دينية ولكن السنة يعني عامة السنة أو بعض السنة على الأقل لا يعتبرون الخلفاء الراشدين الأوائل هم خلفاء دينيين حكام مدنيين حتى الشيخ علي عبد الرازق قال هذا ملوك كانه أول ملك كان أبو بكر طه حسين الناصري يقول التوريذ سنة إلهية نفس الكلام اللي سبقه أحد الأخوان أحيانا الأنبياء يرثون بعضهم البعض حتى النبوة وهذا ما لا يخفى السؤال الصح من هو الإمام الحق فإذا كان معاوية إمام حق وعدل إذن نحن مدنبين ولا فرق بين معاوية وعلي في حالة تساوية بالإمام ولا فرق بين مسلمة ومحمد في حالة تساوية بالنبوة الحديث هنا مسألة الإمام الحق والإمام الباطل أحيانا لا تنكشف حيث أنها تسير تحت نفس الظوابط مثلها تماما الابن الشرعي من نكاح والابن الغير شرعي من سفاح العملية نفس العملية والناتج واحد طبعا هذا أيضا يعني يثبت أنه النظام الوراثي بس لو درسنا تاريخ أهل البيت وفكر أهل البيت وفكر الإمام علي بالذات بالحقيقة لا نجد الكلام لا نجد أن الإمام علي يؤمن بالوراثة أو بالنص ولم ينص على ابني الحسن ونفتقد النص على أي إمام من الإم إنما هذه القاعمة اللي شوفوها 12 واحد هذه ركبت وألفت بالقرن الرابع الهجري وأخذوها من السنة يعني في الحقيقة الإمامية هم مرة تفعل على الفكر السني ليس الفكر السني الفكر الأموي دعنا نقول لأن الفكر السني مختلف ومتعدد وفي نظريات عديدة الفكر الأموي كان يعطي للحكام للخلفاء الأمويين اللي يسمونهن خلفاء يعني يعطيهم صبغة دينية وحكم مطلق يجب على الناس طاعتهم طاعة مطلقة ويعطيهم الأصمة عن هؤلاء معصومون لا يذنبون ولا يحاسبون حتى يوم القيامة كما يقول ابن تيمية ينقل ابن تيمية الكلام عن متطرف في الأمويين أنه أي واحد يصبح خليفة يوم القيامة بعد الله ما يحاسبه يعني شمال يسوي خلي يسوي أيضا فأجوا الإمامية ضد فعل على هذه النظرية السنية قالوا أنه الإمام يجب أن يكون معصوم حتى لا يأمرنا بمعصية يأمرنا فقط بطاعة الله من هؤلاء المعصومون كيف نعرفهم ركبوا النظرية على عيمة أهل البيت فهذا أولا هذا أول يعني أول تأثر شيعي بالفكر الأموي ثم تأثر مرة ثانية عندما أمن الشيعة الاثنى عشرية أو أخذوا حديث الاثنى عشرية من السنة قالوا هذا هذا حديث ما كان معرف عند الشيعة لأن النظرية الإمامة كانت ممتدة إلى يوم القيامة ما كانت محددة بـ 12 واحد ولا 12 ألف ولا 12 مليون ما ندرش وقت تنتهي الدنيا فجابوا هذا الحديث من السنة وركبوه على هؤلاء الإمامة وقسقصوه وقسقصوه القائمة يعني كان في إمامة آخرين شعلوهم وإما ما موجودين حطاهم حتى صير قائمة 12 واحد بالوراثة العمودية مثل الإمام عبدالله الأفطح هذا صار إمام ولكن شعلوه بعدين والإمام أحمد بن موسى أيضا صار إمام عند الشيعة الإمامية ثم شعلوه بعدين وحطوا محمد بن الحسن العسكري يعني الثاني عشر الإمام موجود فسوه قائمة بـ 12 واحد فالفكر الإمامي الـ 12 مرتين جاي من الفكر السني مولود مرتين من الفكر السني مرة في القول بالعصمة والقول بالوراثة ومرة أخرى القول بهذه القاعمة الـ 12 أما فكر أهل البيت الحقيقي فكر أهل البيت الصحية فهو قام على الشورى على العدل وعلى الشورى بدون تمييز لأن السلطة من حق جميع المسلمين ومن حق أي مسلم أن يرشح نفسه هذه هي العدالة الإسلامية التي تركها الله تعالى لم يفرض قوماً أو عائلةً أو سلالةً لكي تحكم المسلمين ويجب أن نعود إلى هذا الفكر والآن تقريباً عامة المسلمين شيعة المسنة راجعين لهذا الفكر فلماذا نخوض بهذا الجدل العقيم وأعتذر أني ماذا أطول عليكم كثيراً أعتذر عن قراءة تعليقات الأخرى بالعشرات بالحقيقة وأي واحد يحب يراجع لصفحة مالتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر